أكد محافظ القاهرة خلد عبد العال انتظام سير امتحانة الترم الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021-2022 دون أي عقبات وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام هذا كما انتظمت امتحانة الشهادة الاعدادية في المحافظات حيث حرصت الأجهزة التنفيذية على توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلام لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانة واتخاذ كافة التدبير التي من شأنها تذلل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب عملية التعليمية طبعا كلها بنقول أنها تحت إشرافنا بالمحافظ وهي موجودة بنفسها مع المدارس ومع اللجان والأمور ماشية كويس جدا وأنا شفت لو في أي مشكلة عند أي حد الحمد لله ما فيش مشاكل بنأمل إن شاء الله أن احنا عندنا متحانة لمدة الأسبوع إن الجو بس إن شاء الله يساعدنا على إن احنا نكمل إن شاء الله بنفس المستوى بتاع النهاردة يمكننا عارفين إن احنا فيه تقلبات جو دلوقتي في الفترة ديان ولكن في النهاية الحمد لله النهاردة الأمور كانت كويسة جدا من الجو ولكن في النهاية أنا عايز أقول إن احنا أخذنا إجراءات كبيرة مبارح عشان نجهز اللجان لدخول الطلبة سواء إداريا أو إزالة طبعا منها الأمطار اللي كانت موجودة ولكن في النهاية الحمد لله ولكننا شايفين المنظر حالة إدارية متميزة للجان